موسيقى تدمير منصتين حوثيتين لإطلاق الصواريخ وتسرب المياه إلى سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم من زورة الإفراج عن القاضي قطران والأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن المختطفين ووقفة احتجاجية تندد بذلك الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر في غزة واستشاد ستة فلسطينيين في جنيه الكشف عن إجراءات إسرائيلية مرتقبة ضد وكالات الأمم المتحدة على خلفية التوتر بين تل أبيب والمنظمة المشاهدون الأكارم أهلا ومرحبا بكم إلى التفاصيل معي أنا جمال السودي وزميلتي نهاد مساء الخير جمال أهلا بكم مشاهدين الكرام دمرت القيادة المركزية الأمريكية منصتي أطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أسقطت مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوبة خليج عدن لافتة إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية من جانبها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة التجارية التي أبلغت عن واقع في البحر الأحمر تعرضت لهجوم من زورق صغيرة وذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن الهجوم حدث على بعد نحو 67 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة وقال موقع تريد واينز المختص بأخبار الشحن العالمية إن الجزء الأكبر من جسم سفينة تعرض للتلف وتسربت المياه لغرفة المحرك إلى ذلك كشفت المخابرات الأمريكية عن مساعا لتسليح ميليشيا الحوت المدعومة إيرانيا لحركة الشباب الصومالية المتطرفة في تطور خطير يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة وهو ما يضع التساؤلات كثيرة حول الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية لهذه الخطوة هل بدأ الحوثيون بممارسة أنشطة تزعزع الاستقرار الإقليمي خارج الحدود اليمنية بالفعل؟ سؤال يثير مخاوف كثيرة مع كشف مسؤولين أمريكيين نشاطا حوثيا لتسليح حركة الشباب الصومالية المصنفة إرهابية والتي تحاربها الحكومة الصومالية بدعم أمريكي منذ سنوات لكن لماذا قد يسعى الحوثيون لتسليح هذه الحركة؟ يقول خبراء جيوسياسيون إن الحوثيين من خلال هذه الخطوة يسعون لتحقيق عديد الأهداف فاستراتيجيا من الممكن أن تصبح المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الصومالية محطة لتجميع وتهريب الأسلحة الإيرانية خاصة مع تزايد حدة الحضر المفروض من قبل واشنطن على المياه الإقليمية اليمنية مع تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أما على البعد العسكري والميداني فالحوثيون بتسليح حركة الشباب الصومالية ضيفون توترا جديدا لمنطقة خليج عدن ومضيق باب المندب ويفتح جبهة مواجهات جديدة مع واشنطن ليس ذلك فحسب فهذه الخطوة سيجني من ورائها الحوثيون ملايين الدولارات سنويا فمداخيل حركة الشباب الصومالية تقدر بمئة مليون دولار سيذهب جلها للحوثيين من خلال تسليحهم للحركة لكن ما هي الأسلحة التي ترغب الشباب الصومالية في الحصول عليها تمتلك الشباب الصومالية أسلحة خفيفة ومتوسطة لكنها تسعى لتمتلك الطيران المسير وصواريق قريبة ومتوسطة المدى وهو ما يمكن الحصول عليها من الحوثيين سؤال آخر مهم ومحوري ماذا عن الدور الإيراني في هذه الخطوة وهل تأتي بإشراف إيراني لأهداف استراتيجية أبعد أم أن الدور هذه المرة ترك للحوثيين أنفسهم وهل يقتصر الأمر على تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر الصومال أم أن الهدف مزيد من العراقيل والتهديدات لخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتنفيذ هجمات على خطوط التجارة الدولية من الأراضي الصومالية لدعم توجهات الحوثيين ومن ورائهم إيران للحديثة انضموا إلي في الستوديو المحلل السياسي عادل شمسان عادل أهلا ومرحبا بك يعني الوضع في اليمن متوتر هناك استقدام لكثير من التعزيزات إلى الجبهات سواء من الشباب أو من غيرهم لماذا جسر الأسلحة اليوم بين جماعتين جماعة الحوثي والجماعة المتطرفة الصومالية نعم مساء الخير لك والجميع المشاهدين في الحقيقة أن الخطة الإيرانية هي بصناعة كماشة في هذه المنطقة كانت جماعة الحوثي والآن وليس غريب طبعا مسألة دعم إيران للجماعات المتطرفة سواء كان من أخوان مسلمين أو من القاعدة وداعش خصوصا القاعدة الذي قائد تنظيم القاعدة موجود في إيران وكل الآن الدعم يسير في هذا الاتجاه كانت سابقا تهريب الأسلحة كمحطة موجودة في اليمن وكسوق أيضا كبير في داخل اليمن يقوده من أهم المطلوبين عالميا فارس منع الذي يعمل لصالح الحوثي بشكل كبير جدا ولديه محطات أفريقية ومن ضمنها المناطق الموبوعة ذات الجماعات الإرهابية مثل الصومال الآن ضمن إطار خطة الدعم مع أيضا كشف الأمن اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية على الكثير من الأسلحة التي تدخل برا إلى محاولة الوصول إلى جماعة الحوثي وأيضا المخدرات وهذا المخدرات والأسلحة هما النشاط الأساسيين للجماعة الرهابية التي تدعم فيها أيضا سواء كان في العراق أو في لبنان حزب الله تدعمهم إيران بهذه المواد الآن موضوع أيضا تحويل أيضا قز من الأسلحة ودعم حركة شباب الصومال هناك من قبل الحوثيين هو لكسب الأموال لمزيد من الدفع لعملية التهريب للوصول إلى داخل الآن خطة الحوثي ليست بالأسلحة الخفيفة أو ذات الطيران مسير وإنما تطوير هذه المسائل إلى الصواريخ لاستهداف السفون وغيرها والآن المراد الحقيقي بهذا التسليح هو لكسب الشباب الصومال وإعطام القدرة السيطرة ما الذي سيقدمه من خدمة لجماعة الحوثي طبعا إذا ما تحدثنا عن البحار حاليا والحرب التي تدار هناك هذه الحرب معروفة الآن أهلية السيطرة فيها يحتاجون إلى السيطرة في المنطقة الأخرى إذا تم دعم شباب الصومال بقوة عسكرية وأصبح لديهم تسليح كبير سيتمكنون من السيطرة على أراضي أكثر وبالتالي قدرتهم على عمليات التهريب ونقل الأسلحة من وإلى اليمن من إيران التي تصل إليهم سيكون هناك أيضا هذا الدعم إلى جانب أنه ممكن شباب الصومال ينخرطوا بعد التسليح في عملية المواجهات وتصبح من اليمن ومن الصومال هذه خطة واضحة تماما للعامة يعني كماشة على المنطقة نعم طيب هذه الكماشة وكشف هذه الألعاب وهذه التخادمات من قبل الاستخبارات الآن أمريكا تصرح بهذا الموضوع كذلك الدول الأفريقية هناك تحركات بهذا الجانب إلى أن يقودنا هذا يعني ما الذي سيكون يعني أو ماهل العكاسات بعد ذلك إذا تحقق ذلك بالفعل للاسف يعني استمعتنا لتصريح منسول كبير في أمريكا قبل يومين يتحدث عن مسألة مقاننة الحوثي بالقاعدة وداعش هم يتحدثون على أن هذا الحوثي لم يصل مدى تأثيره أو إلى المواطنين الغربيين سواء كان في أوروبا أو أمريكا وبالتالي تصنيفهم ما زال في الإطار المحدود طالما أنه لم يتعرضوا إلى التهديد المباشر مثلما تقوم به داعش والقاعدة لذلك الحملة التي قدت ضد الداعش كانت كبيرة وفاعلة وسريعة ما زال العمل في داخل اليمن فيه نوع من التواطئ الكبير طالما أنا لم تضر مصالحي فإذا أنا أعتبر هذه الجماعة ما زالت تحت إطار الجانب أو ربما الأقرب إلى السياسي منها إلى الأقرب يشبهونها الآن بطالبان طالما طالبان محصور عملها في داخل منطقة مؤينة منطقة كبيرة فيها نعم ولم تتحرك ضد مصالحهم أو تؤثر على مصالحهم الخارجية بالتالي هذا التصنيف تصنيف خاطئ بشكل كبير جدا الآن تأثير الحوثي على التجارة العالمية بات كبيرا جدا الآن الحوثيين مع هذه التحرك الأخير ودعم شباب الصومان المتطرف في الناحية الأخرى من البحر الأحمر هذا سيؤثر بشكل كبير وربما قد تغير السياسة خصوصا الأمريكية في هذا الاتجاه هم لديهم معلومات استخباراتية كبيرة في هذا الموضوع يحذرون الآن لكن ما هي الخطوات؟ هل سيقدمون على خطوات جادة والخطوات الجادة التي نحن نتحدث عنها وكثير من الخبراء هو أنه ينهاء تواجد هذا الفصيل وسيطرته على اليوم التحليم هل هذا ممكن إذا ما قرأنا الوضع بواقعية أكثر هل إنهاء هذه الجماعة بهذه السهولة حتى وإن تدخلت مثلا أمريكا طالما وأنها مدعومة إيرانيا ألا تعلم هذه الاستخبارات الآن بهذه الاستراتيجية الموجودة بأن هذا دعم إيراني؟ هم يعلمون ذلك ويعتقدون أن الضربات التي يقومون بها ستحد من تطور هذه الجماعات أو تطور تأثيرها الحقيقي على مصالحهم لكن للأسف نحن إذا عدنا بالتاريخ إلى الوراء عندما تم يقاف الحكومة الشرعية من تحرير حديدة كان النظر وفقا لمصالحهم ووفقا لتعاملاتهم بالملف الإيراني لكن الآن اختلفت نوعا ما عندما داءت تتضرر جزء من مصالحهم وللأسف الآن أصبحت أيضا التأثير مع تحويل مسار كثير من السفن خصوصا التي تتبع بريطانيا وأمريكا وبعض الدول لكن بعض السفن الآن يعني الضربات التي السفينة الأخيرة السفينة يونانية مدنية تم استهدافها من قبل الحوتين بمعنى أن هناك عقز نوعا ما ضعيف أصبح لدى الحوتين لكن لا توجد معلومات خباراتية حقيقية عن مدى المخزون الموجود المتوفر لدى هذه الميليشيا والعملية الليغوستية التي كانت تسندها إيران للحوتين وبالتالي بدأ استهداف أي سفينة فقط للدعاية الخاصة بالحوتين كونهما تبدأت سؤالك الحجد الذي يقوم به في الجبهات الآن هم يستثمرون موضوع غزة لهذا الجانب وللأسف ما زالت الدول ليست حاسمة في هذا الموضوع في مسألة دعم الحكومة الشرعية وأمريكا أستاذ عادل لا تتحرك إلا وفقا لمصالحها أو ما أصاب مصالحها ستبقى معي بعد إذنك لمحور ليس ببعيد عن ذلك إلى ذلك أفرجت ميليشيا الحوثي عن القاضي عبدالوهاب قطران بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله في سجونها وظهر قطران في صورة له في منزله مع أسرته وكانت ميليشيا الحوثي اختطفت القاضي قطران في يناير الماضي وأحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة كيدية من ضمنها إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريض ضد قيادتها في غضون ذلك رفضت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاتهامات التي وجهتها ميليشيا الحوثي للموظفين الأمميين المعتقلين لديها وضعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما يبدو أن التنديدات والمطالبات هي جل ما تملكه الأمم المتحدة هكذا وصف مراقبنا ردة فعل المنظمات الأممية تجاه اختطاف ميليشيا الحوثي للموظفين التابعين لها خلال الأيام الماضية المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعلنت رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها ميليشيا الحوثي للموظفين الأمميين المعتقلين لديها داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم معبرة في الوقت ذاته عن قلق عميق إزاء ظروف احتجازهم نتيجة ارتباطهم بالأمم المتحدة أو بمنظمات دولية غير حكومية أو جهات فاعلة أخرى تدعم الأنشطة الإنسانية على الجانب الآخر لم يكن الأمين العام للأمم المتحدة على بعد من هذه التنديدات حيث دعى أنطونيو جوتريش الميليشيا الحوثية إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين مشيرا إلى أن الحملة الواسعة التي نفذتها الميليشيا تثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعصفي للمدنيين أمر تساءل فيه خبراء عن التغيير الذي ستحدثه هذه المطالبات والتنديدات في حياة المعتقلين والمختطفين خاصة وأن الميليشيا تمارس انتهاكات عمرها عشر سنوات ولا شيء يتغير المبعوث الأممي هانس جرودنبرغ رأى أن الحملة الأخيرة التي تشنها الميليشيا الحوثية تعيق بشكل أساسي جهد أحياء عملية السلام المتعثرة وتأكل الثقة محذرا من الإنعكاسات السلبية لموجة الاختطافات الأخيرة على الوضع الإنساني المتردي في اليمن مؤكدا أنه يواصل بذل الجهود لتأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين خلال الأيام الماضية شنت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من ستين شخصا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية بينهم ثلاثة عشر موظفا تابعا للأمم المتحدة وأربعة موظفين أمميين إضافيين تحتجزهم الجماعة منذ 2021 بمعزل عن العالم الخارجي ودون إمكانية الوصول إلى عائلاتهم أو منظماتهم وفي تعز نددت رابطة أمهات المختطفين بحملة الاختطافات التي تشنها ميليشيا الحوثي والتي طالت نحو 45 شخصا بينهم 5 نساء وسنكرت الرابطة في وقفة احتجاجية في تعز هذا العمل اللا إنساني والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولكل المواثيق والعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الحقوقية والتي تزاول العمل بتصاريح رسمية وأكدت أن صمت المجتمع الدولي يمثل تواطئا مع الجريمة ودعته إلى التدخل الفوري وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المختطفين أعود إلى ضيفي الكريم المحلل السياسي عادل شمسان أستاذ عادل الآن أمهات المختطفين دائما في وقفة احتجاج الاختطاف للمدنيين وغيرهم هذه ظاهرة اعتدنا عليها لكن أن تختطف مثلا قضاء وأن تختطف مثلا مجموعة من الموالي لها في فترة من الفترات وترفع الحصانة عنهم كيف نفهم هذه الخطوات المتسارعة حتى وصلت إلى من يمتلكون الحصانة أو وصلت حتى لمن ساعدوا هذه الجماعة وساندوها في فترة من الفترات بالتأكيد معروف تماما لدى الجميع أن ميليشي الحوثي ليس لديها حليف حلفاء فقط هم أتباعها المخلصين والذين تمون إليها بقية الأطراف هؤلاء تستخدمهم فقط لتجميل الصورة أن لديها أيضا أطراف أخرى موجودة معهم في سدة الحكم أو في ألية السيطرة التي يقومون بها التسميات المختلفة للأطراف لا تعنيها شيئا بقدر ما تعنيها الالتزام الكامل والخضوع الكامل لرغباتهم وما يريدونه بالضبط يعني من ألية العمل كل ذلك عندما يعني يظهر صوت مخالف هي تقوم برفع عملية الحصانة والاختطاف والتشويه وأيضا عملية الجر إلى داخل السجون دون أيضا بدون العدد للقوانين من دساتر المعروف لا قانون لديهم سوى قانون عبد الملك الحوطي فقط هذه كل الإجراءات التي تتم عرفنا أيضا عملية التدمير تأتي كلها بأوامر من عبد الملك الحوطي والجماعة التي تحط به القوية الأساسية التي لديه ما دون ذلك فالبقية اليمنين هم يعتبرون أدنى هم والسادة والبقية عبيد من هؤلاء العبيد إذا كان من بعض الوجهاء هم يعتبرونهم فقط عبارة عن ممر أو قسر فقط يستخدمونه ومن ثم ممكن نزالته واستخدام جسورا نعم أستاذ عادل الآن الإفراج عن قطران يعني بعد كل التهم التي ألصقت به هل أوصلت رسالتها لجميع القضاء والجميع المؤثرين بأنه سيتم أو سينتهي بكم الحال إلى هذا الحال أم بالفعل أفرجت عنه نتيجة لضغوطات قبلية نقول ولضغوطات مجتمعية بشكل عام هي لا تعيد اعتبار لأي طرف هو فقط رسالة ترسلها البقية للأطراف إن لم تعمل كما نريد فسيكون مصيرك مثل عبدالوهاب قطران وغيره من القضاء أو من المسؤولين أو من الوجهاء رأينا شيوخ تم سحلهم وسحبهم في مناطق عديدة لم تعمل أي اعتبار للوجهة القبلية المعروفة ومنتمكنة والتي تسندها بشكل كبير متواجن فيها باستخدام الجهل الموجود وسيطرتها هذه القبائل هي لا تعيد أي اهتمام لأي طرف فقط هؤلاء عبيد ولابد ما ينفذوا ما نريده هكذا هو دينهم هم ليسوا لا يعتمدون على الدين سواء كان الدين كدين إسلامي معروف لدينا أو الوجهة القبلية الموجودة كجز من مكون المجتمع اليمني فبما خافت أن تخسر القبيلة مثلا بهذه الخطوات تعلم أن القوة التي لديها ممكن أن تكسر طالما لا يوجد توحد في الداخل في هذا الإطار لذلك الآن العمل وهذه الشعبوية المنخفضة بشكل كبير لديهم وتنامي السخف من قبل بقية الشعب اليمني هذا مؤشر كبير على أن الحل لابد أن يكون من الداخل ولا بد من التحرك وهناك دعم شعبي سيكون كبير جدا لتحرك الحكومة الذي بنظرنا هو الحل الوحيد أمام إخضاع هذه الجماعة أما الحوار السياسي حوار سياسي مع من؟ مع طرف لا يؤمن بك ويعتبرك أدنى منه مستوى وهو السيد وأنت العبد والفكر الضلالي الذي موجود معهم مختلف تماما عن الفكر اليمني الفكر اليمني نعم واليمان يماني نعم ما طرح في هذه الفكرة هم مختلفون تماما عننا هم يتبعون إيران بكل أرواحهم وعقولهم للفكر الإيراني وبالتالي لن يكون هناك أي انسجام سوى باستخدام القوة المفرطة في داخل اليمن والسلوب الإرهادي أستاذ عادل الآن يعني الاختطافات هذه والرسائل سواء برموز القبيلة أو بالوجهة وغيرها هذا بالنسبة للداخل الآن لماذا هذه المجازفة طبعا واختطاف مجموعة من الموظفين الأمميين مجموعة من الموظفين في المنظمات يعني الداعمة والمساندة طبعا لليمن التي تقدم المساعدات الآن هي تحاول بهذه الحركات ضغط على منظمات دولية بالبقاء داخل صناعة بعد ما قامت بهذه الحكومة من إجراءات نعم من إجراءات البنك المركزي وأن تكون هناك سياسة نقدية واحدة في داخل يمن لمنع مزيد من التدهور وإيضا لسيطرات الحكومة وإيضا الضغوط الدولية والتعامل الدولي لأنه تم التعامل مع اليمن بوجود الجماعة تقوم بغسل الأموال في داخل اليمن دون أي رقابة في الداخل وهذا ينهك كامل الاقتصاد اليمني عندما تكون هذه البؤر كبيرة وسياستان نقدية موجودة في داخل اليمن هذا يشكل خطر كبير على الاقتصاد اليمني أولا وأيضا على مسألة غسيل الأموال أن تكون هناك منطقة خالية من أي رقابة دولية تستخدمها إيران في غسل الأموال والحوتين أيضا الأموال التي يتحصلون عليها كذلك الأطراف الأخرى التابعة لإيران هناك بدأت ضغوط في داخل العراق وداخل أيضا سوريا ولبنان في هذا الاتجاه وبالتالي الوجود لديهم فرع في اليمن يحقق لهم هذه الآلية والاستراتيجية التابعة لإيران لذلك يقومون بعملية الاختطافات ضد هذه الإقراءات يريدون منع انتقال المنظمات وأيضا الضغط على الحكومة بإيقاف العملية الأخيرة التي قام بها البنك المركزي وهي تهدف أساسا إلى توحيد السياسة النقدية واحدة والذين لا يعلمون أن صندوق النقد الدولي والدول في كل أنحاء العالم تريد التعامل مع طرف واحد يسيطر بسياسة نقدية واحدة معلومات كاملة عن حركة البنوك حركة الأموال تكون موجودة لدى طرف واحد وليس غايب عنها كثير من الجانب الاقتصادي الذي تسيره من إشياء الحوتي شكرا جزيلا لك على حضورك معي المحلل السياسي عادل شمسا شكرا هذا وسخر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما نشرته من إشياء الحوتي من مشاهد الاعترافات لأعضاء ما أسمتها خلية التجسس وما قالوه الأمر الذي يؤكد تلفيق هذه التهمة من معاصر الخمر للنحل والعسل بالتدخلات الخارجية في التأثير على إنتاج العسل وعملنا أيضا على ناقل أيضا بعض الآفات الحيوانية من مختلف الحيوانات وكان لها تأثير في الانتاج الحيواني وتأثير على أيضا في المزارة ومختلف النواع النحول التي تم تأثير عليها في مختلف المواطن المستهدفين في هذا البرنامج ناشطون سخروا في مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات الحوتيين لأحد الأشخاص اليمنيين فيما سمي بخلية التجسس وعرضت الميليشيا الحوتيية اعترافا لأحد المتهمين في الخلية المزعومة جاء ضمن اعترافته أنه قام بالتأثير على النحل حتى لا ينتج العسل مما أثار موجة سخرية واسعة اعترافات الأغبر وشهود الزور الذين روجت لهم الميليشيا أثارت سخرية واسعة خصوصا متعلقة بالتأثير على النحل حتى لا ينتج عسلا ونشر أوبئة حيوانية وآفات زراعية على أنها من أبلغ الأهداف والأنشطة التخريبية في اليمن التي تهدف لمنع النحل من التزاوج حسب مزاعمهم حيث تحولت المدة إلى سخرية بين اليمنيين وكيف اعتادت الميليشيات الحوثية على تلفيق التهم وعلق آخرون حول الفيديو بالقول الجاسوس عامر الأغبري أثر على النحل خلال أربعة وثلاثين عاما إلى أن أصبح العسل اليمني رقم واحد عالميا أصارت اليمن الدولة الأكثر إنتاجا للعسل والأكثر جودة على مستوى الوطن العربي كله وخلال العقود الماضية ظل العالم يتحدث عن جودة العسل اليمني بل أصبحت هوية يمنية يتفاخر بها اليمنيون في الخارج لما يحمله من جودة في الإنتاج والفائدة لا يبقى السؤال المفتوح ماذا فعل الأغبري بالنحلة ومن أين يأتي العسل اليمني في ظل تضرر النحلة نتيجة التخابر الأمريكي حسب مزاعم الميليشيا المدعومة من إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك كشفت صحيفة فينانشال تايمز البريطانية عن سعي حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة بعد تصاعد التوتر بين تل أبيب والمنظمة على خلفية إدراجها إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال حدث ما كان متوقعا لزيادة التجويع والإبادة للفلسطينيين ها هي دولة الاحتلال تنادي باتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي المحتلة وذلك بعد تصاعد التوتر بين تل أبيب والمنظمة على خلفية إدراجها إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال هذا ما كشفته صحيفة فينانشال تايمز الإجراءات التي تسعى دولة الاحتلال لفرضها على الوكالات التابعة للأمم المتحدة تشمل بحسب الصحيفة أيضا المماطلة في تجديد تأشيرات موظفية الأمم المتحدة الأجانب أو رفض تجديدها ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية بعض المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة فضلا عن إنهاء عمل وطرد كامل لبعثات الأمم المتحدة مثل قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة التي أنشئت عام 48-900-1000 فينانشال تايمز أكدت أن قلقا واسعا يجب الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة في فلسطين والتي تلعب دورا أساسيا في مجال الإغاثة الإنسانية في القطاع والضفة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وكان قد أوصى صفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة حكومة بلاده بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أولور ومنظمة إرهابية وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع وقد أثارت خطوة إدراج الأمم المتحدة إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال غضبا رسميا إسرائيلي حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل مسؤولي حكومة ناتنياهو الذي وصف الأمم المتحدة بقرارها هذا أنها وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ على حد تعبيره في غضون ذلك أعلنت مصر أنها وقطر تسلمت رد المقاومة الفلسطينية على المقترح الأمريكي والمدعوم بقرار مجلس الأمن الأخير هذا الرد لقى ترحيبا من البصادة فيما تحدثت واشنطن أنها تدرس ذلك الرد وتنظر له بإيجابية للوسيط المصري والقطري سلمت المقاومة الفلسطينية ردها على المقترح الإسرائيلي الوقف إطلاق النار اجتمل على تعديلات تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا الأولايات المتحدة الأمريكية رحبت سريعا برد المقاومة وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن في طور تقييمه رافضا التعليق بشأنه لحين مراجعته مشيرا إلى أن بلاده ستأخذ الوقت الكافي لتقييم الرد بطريقة المناسبة حسب تعبيره قبل تحديد الخطوات التالية المقاومة الفلسطينية قالت إن الرد الذي تم تسليمه لكل من مصر وقطر يضع الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام والانسحاب من كامل قطاع غزة مؤكدة الجاهزية للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أول أمس قرارا قدمت واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويشدد على أهمية جهود الوساطة القطرية والمصرية والامريكية المقاومة الفلسطينية رحبت بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في القطاع والانسحاب الإسرائيلي التام منه بالإضافة إلى تبادل الأسرة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإدخال المساعدات ورفض أي تغيير ديمغرافي أو تقليص لمساحة القطاع للحديث النوم وليا في الستوديو القيادة في حركة فتاة الدكتور أيمن الرقب أهلا ومرحبا بك معدرة أهلا ومرحبا بك دكتور أيمن دكتور الآن التهديد الإسرائيلي لم تستجب إلى أي قرارات سواء من أحكمة الجناية الدولية أو العقوبات التي فرضت عليها تقوم الآن بإصطار هي عقوبات على من يخالفها كيف نفهم ذلك؟ بعد التحية لك أخ جمال والكل سادة والسادة المشاهدين نتعيني الكرام قرار محكمة العدل الدولي الذي صدر قبل قرابة أسبوعين لم يلتزم به لاحتلال فوقف الاعتداءات على رفح وأكمل حربه عن رفح ورأينا اليوم حجم التدمير والاشتباكات في رفح بشكل كبير جدا يمكن خلال الأيام الماضية تم وضع دولة الاحتلال على قائمة على قائمة السوداء في الأمم المتحدة مثلها مثل داعش وباكو حرام وغيره من التنظيمات الأرهابية في العالم وهذا بصراحة جعل الاحتلال طبعا يشتغيضا ويعتبر نفسها أنها أصلا فوق القانون دولة الاحتلال هي تعتبر نفسها أصلا دولة فوق القانون حديثة أنها ستعاقب الأمم المتحدة وقبل ذلك ممثلهم مزق بثاق الأمم المتحدة على منصة الأمم المتحدة يعطي دلالة بشكل كبير جدا أن هذا الاحتلال يجب أن يطرد من الأمم المتحدة هذا الذي أخذ شرعي من الأمم المتحدة على حساب الشعب الفلسطيني عام 47 ثم أخذ العضوية عام 49 يجب أن يطرد من الأمم المتحدة على تصرفاته وسلوكه يعني أولا هو يقول نحن سنعتبر منظمة التغوة وتشغيل اللاجئين النار ومنظمة إرهابية وسلمنا عملها في الأراضي الفلسطينية وأغلق مكتبة في القدس وبعد أن أضيفت دولة الاحتلال على قائمة السيداف الأطفال ويتدرك أنها قاتلت حتى الآن 17 الطفل فلسطيني في غزل وحدها ورغم كل ذلك كثير فضلك وتتحدث بكل هذه الوقاحة بأننا سنعاقب الأمم المتحدة هجومهم على الأمين العام للأمم المتحدة غويترش أيضا له دلالات بشكل كبير جدا أن هذا الكيام يعتبر نفسه أنه فوق العالم وفوق القانون ويمارس على العربدة أمام مشهد ومرأة من العالم طيب هذه الأمور كانت مخفية من قبل وكانت تتعامل تضرب بيد وتظهر بوجه آخر أمام العالم لكن الآن وصلت الجرأة بها أن تتصادم مع جهات فاعلة ترى مثلا الأمم المتحدة والمحكمة وغيرها والمجموعة من الدول الفائلة كيف ترى إلى هذه الجرأة الإسرائيلية وهل ستتأخذ مثلا الأمم المتحدة قرار طرد هذه اللا دولة طبعا من هذا الاعتراف أنا أعتقد لو كان هناك تحرك عربي حقيقي عربي إسلامي مع دول أصدقائنا المطالب بطارد دولة الاحتلال عالت وصرفات وسلوكها من الأمم المتحدة بالتصويت إلى في الجمعية العامة قد نحصل على الأغلبي ولكن أنا لا أعتقد أن هذا سيتم بصراحة لأنه لا يدرس حتى الآن هذه الفكرة في كواليس الاجتماعات العربية أو الدور العربي أو حتى أي منظمة دولية في فكرة طرد دولة الاحتلال على واقحتها تجاه هذه المؤسسة الدولية وطبعا كل مؤسسة الفرعية طب بعيدا عن ذلك لماذا الاحتلال يفعل ذلك لأنه محمي للأسف الشديد بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي طالما هو محمي نرجد هذه العربدة هل بالفعل أصبحت الصهيونية العالمية الأقوى فيها العالم واضح من هذا السلوك أنها هي الأقوى إذا أقدمت منظمة المنظمة الدولية والأم المتحدة على وضع حد سلوك الاحتلال في هذا الأمر فنحن نعتقد في هذا الأمر أن المؤسسة لها استقلالية لذلك نرى حتى دائما الاستبزاز وأنا دائما أتسألك جمال عندما يتم وضع الاحتلال في مكانه الحقيقي يقول أنه أنتم معادول للسامي ودائما نريد من العالم أن يوضح من هم الساميون هل هو عرق ديني أم عرق إثني إذا كانت السامية في عرق إثني فنحن العرب ساميون لذلك هذا مطلوب أن يكون هناك توضيح دولة لقطع الطريق على الاحتلال أما أن يبقى الاحتلال يتحجج فيما حدث محن في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والهولوكوست والأخير وابتزاز العالم على هذا الأمر فأعتقد أن الأولى ينتهي ما مورس في غزه هو فاق الهولوكوست اليوم تحدث عن 37 ألف شهيد فاق الهولوكوست الهولوكوست بالتقديرات يتحدث عن أربع خمس سلاف الآن الأمر يتحدث عن أكثر من 37 ألف شهيد في هذه الفترة فترة صغيرة تمنشور بتزبط فقط ما تحدث عن هذا الأمر لأنه بالفعل مورس بها هولوكوست عندما يتحدث عن حرق أطفال في خيامهم في رفح في هذا هولوكوست فاق الهولوكوست ليتحدث عنه الاحتلال وبالتالي الآن الأولى أن يضع العالم حدا لهذا الاحتلال ووقع كيف سنثق بالعالم كيف سنثق بهذه الجهات الفاعلة التي هي تصدر القوانين وهي تحميها إذا لم تقم بإيقاف هذه الممارسات الإسرائيلية لا أنا أعتقد هذه الحرب كانت كاشفة أن المجتمع الدولي مجتمع بلا تأثير عندما يتعلق الأمر بحقوق الضعفة وأكبر نموذج نحن خلال فترة طويلة نسحق في المنطقة العربية ونشهد صمت اليوم عندما نعود بالداكرة سنة 1990 عندما قرروا الحرب على العراق أصدروا أكثر من سبع قرارات متتالية من 660 حتى 669 وغيرها لاحقا جميعها كانت تتحدث عن استخدام الخوة ضد العراق تحت البند السابع اليوم نتحدث عن 8 شهور يصدر أربع قرارات كان أخرى قرار 27-35 وليس تحت الفصل السابع إذا لن يستخدم خوة لتنفيذ القرار وستبقى مستمرا تنتظر عطف وحنان ما الذي تبقى أكثر من ذلك أنا أعتقد لم يتبقى شيء إلا أن يكون هناك موقف جاد من الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية كشفت بشكل كبير جدا اليوم الساعة السفرية للانتخابات للأمريكان تضيق وبالتالي الأمريكان في عجلة من أمرهم يريد أن ينهي هذه الحرب أقل تخدير أن يكون تهدئة ليتفرغوا طبعا الانتخابات واجبها جنوب البنان اشتعلت نتيجة قيام الاحتلال باغتيال قيادة بارز في حزب الله طبعا من هذه القيادة عبد الله طالب عبد الله يعتبر من أهم قيادات في حزب الله وأكبر قيادة يستهدف بعد طبعا هذه السلسلة الطبيعية من الاشتباكات ورغم الردود اللي بنسميها فيه هناك انضباط لقواعد الاشتباك بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلا أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز لك هل جبهة لبنان ستشتعل؟ هذا سنتظر خلال الساعات القادمة أم ستستمر بنفس الرتم؟ رد ورد كاروف بالضبط يعني استمرار هو ضبط طبعا سنفونية الاشتباكات طيب دكتور الآن جبهة لبنان والآن استفزازات في الحدود المصرية والآن هناك العديد من الاشتباكات هنا وهناك ضد إسرائيل هذه العشوائية وأمريكا الدعم لها والصفية الآن الموجودة في الانتخابات إلى أين تقود إسرائيل؟ هل بالفعل هي عشوائية ستقودها إلى ما لا نهي وستمارس بحق الناس نتيجة للحصان الموجودة؟ أم أمريكا ستتخذ قرارات بالفعل لإيقاف الحرب على غزة؟ يعني بالتاريخ الظلم لا تستمر ودول الظلم لا تستمر إلى أبد الأبدين يعني هناك دول كثيرة مرت وانتهت والمنطقة العربية أصلا منطقة هادمة لكل المستعمرين انظر إلى إنجلترا اللي كانت تحتل المنطقة كيف تقلصت فرنسا المغول والتطار وغيرهم 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 انتهوا في هذه المنطقة اليوم دولة الاحتلال إذا استمرت بعملية صناعة الكراهية والعداء فيها المنطقة فستنتهي هذه طبيعة تاريخية وحتمية تاريخية اليوم يتحدث عن كيان هو يدرك نفسه أنه كيان غاصب وغير مهضوم في هذه المنطقة إما أن يقبل بأن يعيش بالسلام بجانب الفلسطينيين والفلسطينيين مدوا أيديهم فترة طويلة والعرب مدوا أيديهم فترة طويلة أو أنها سيكون هناك متغيرات رغما عن المعتدلين وغيرهم فيها المنطقة أنا الأوان لأن يوضح حد لهذا الصراع استمرار هذا الصراع بهذا الأمر بالتأكيد غير مقبول وأنا أعتقد العالم مل اليوم من إدارة الصراع اليوم هم أرادوا أن يتخلصوا من ألم اليهود في أوروبا فجلبوهم إلى المنطقة الآن هذه المنطقة تشتعل النيران ستعود أوروبا إلى أوروبا مرة أخرى لذلك مطلوب الآن من كل هذا العالم أن يقرر مرة واحدة أن ينهي هذا الصراع اليوم في أصوات ولكن يعني ونحن نتابع هذه الأصوات تخرج واليمين يفوز في الانتخابات في طبعا أوروبا يعني رغم كل هذا الحراك بالأمس كان هناك فوز لليمين هذا متغير خطير جدا أنا الأوان لأن يوضح حد لكل ذلك وأنا أعتقد نحن نتحرك داخل مؤسسة دولية أنا الأوان لهذه المؤسسة الدولية أن تتخذ قرار واضح وأنا للعرب أن يتحدوا في رؤية واحدة واضحة بدون استجداء للسلام مع الاحتلال إسرائيلي وأقل تقدير أن يطالبوا المجتمع الدولي وفرصة للعرب دكتور أيمن يعني الآن أصبحت المطالبات الأوروبية والمطالبة من الشعب يعني من القاعدة الجماهيرية في أمريكا وغيرها يعني أصبحت أكثر قوة من العرب هذه هي فرصة كما يقال للعرب للضغط على وطرح رؤية استراتيجية واضحة عربية بأن أقل تقدير أن نطالب ليس باستجاء الاحتلال بالقبول بدولة فلسطينية أن تطالب بتنفيذ قرار التقسيم واحد تماني واحد بالحد الأدنى والذي يعطينا دولة على حدود 46% من أرض فلسطين التاريخي بدلا من أن نطالب دولة 22% من أرض فلسطين التاريخي نعم أتمنى ذلك بإذن الله شكرا جزيلا لك على حضورك في هذا المحور شكرا جزيلا إلى ذلك اقتحبت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وأدت قوسنة المدية داخله تزامنا مع ما يسمى عيد الأسابيع العبرية وقدرت مصادر محلية أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وحائط البراق بالمئات وكانت قوات الاحتلال أغلقت شارع السلطان سليمان قرب باب العمود لتأمين عبور المستوطنين إلى المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة حيث أعاقت حركة المصلين وزوار الأقصى الملفات لا تزالوا مستمرة وتتابعون بعض الفصل في اليوم العالمي لمكفحتها اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن جراء الحرب والوضع المعيشي الصعب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أهلا بكم تجاوز سعر صرف الدولار عتبت الـ 1800 ريال في آخر مسلسل انهيار للعملة الوطنية رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن للحد من ذلك في إطار معركة النقد التي يخوضها ضد ميليشي الحوثي بالملف الاقتصادي يخوض الريال اليمني معركة مصيرية مع مسلسل الانهيار المتواصل مقابل العملات الأجنبية معركة يفقد فيها كل يوم جزءا من قيمته حيث تجاوز في آخر التداولات المصرفية عتبة الـ 1800 ريال مقابل الدولار الوحد ومقتربا من سقف الـ 500 ريال مقابل الريال السعودي ويأتي هذا التداول رغم الإجراءات الجريئة التي ينفذها البنك المركزي في عدن بهدف كبح جماح ذلك الانهيار ابتداء بإعلانات المزادات لبيع العملة الأجنبية مرورا بالقرارات الأخيرة القاضية بإيقاف التعامل مع الستاتي بنوك واقعة تحت صدوة ميليشيا الحوثي لعدم امتثالها لقرار نقل مركزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن واتخذ البنك المركزي قرارا بسحب الطبعات القديمة من العملة من السوق في المناطق المحررة لإحلال الطبعة الجديدة مكانها وأمام تلك الإجراءات وإن تباينت وجهات نظر الخبراء الاقتصادين تجاهها ما بين التأيد والمعارضة ففي الجهة المؤيدة أكدت صوابية القرارات التي اتخذها البنك لحماية الاقتصاد والعملة الوطنية من عبث الميليشيا الحوثية فيما الجهة المعارضة قالت بأن قرار التخلص من الطبعات القديمة سيمنح الميليشيا شرعية لتعزيز المزيد من انقسام النقدية للتعامل بالطبعات القديمة في مناطق سطوتية ومنع تداول الطبعة الجديدة خبراء اقتصادين كشفوا عن وجود سماسلة يقومون بتهريب العملة الصعبة والطبعة القديمة من مناطق سيدرة الحكومة الشرعية إلى مناطق السيدرة الحوثية الأمر الذي سيجد من تداول عملة المنهارة أصلا مع ارتفاع الطلب على الدولار والريال السعودي بالإضافة إلى قيام الميليشيا بمقايضة البنك والمواطنين بالطبعة القديمة مقابل الطبعة الجديدة التي نهبت المليارات منها خلال منع تداولها واحتفظت بها في بدروماتها بمزاعم أنها غير شرعية وبيعها بفوارق الصرف وهو ما يفقد الإجراءات والسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي لأي أثار إيجابية على العملة الوطنية الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن الإجراءات التي اتخذ المركزي لا تكفي لوقف الانهيئة الاقتصادي الذي تشهده البلاد على مدار سنوات الحرب ما لم يرافقها عدد من الإجراءات العملية على الأرض في الاستوديو معي المحلل الاقتصادي سيد رياض الأكوار لتحدث حول هذه المستجدات نحن تفألنا خيرا بهذه الإجراءات من البنك المركزي وبهذه القوة هل ما زالت الثمر تقضف بعد فترة ونحن مستعجلون في هذه الفترات أم أن الإصلاح الاقتصادي أصبحت أصعب مما نتصور أولا تحيتي لك وللأخوة المشاهدين والتفاؤل هو موجود وما يحصل الآن هو ردة فعل لقرارات البنك المركزي سواء لنقل البنوك أو إلغاء التعامل بالعملها القديمة حيث أن الحاصر الآن تم ضخ مئات المليارات من العملها الجديدة التي تم تكديسها في مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة من 2019 إلى 2024 التي سوطرت على التجار والتي سوطرت للصراهين وإلى آخره وتقتل بمئات المليارات ويتم ضخها إلى مناطق الحكومة الشرعية مما أدى إلى زيادة في المعروض من الريال اليمني في ظل ندرة الدولار وهو الذي أدى إلى ارتفاع الدولار وسيتم الارتفاع هذا لفترة محدودة قادمة يمكن خلال الشهر القادم إلى أن تصل إلى 2019 ثم تبدأ موجة الانحسار وتحسن سعر الصرف وانخفاض القيمة ما الذي يجعلك تتفاعل في هذه الزيادة؟ لأن لدى البنك المركزي العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تتم على مراحل ومن أهم هذه هو سحب العملة القديمة بالشكل القديم وإخراجها من حجم الكتلة النقدية البالغة 3.9.9 مليار بحيث أنه سوف تنقفض الكتلة المعروضة من الريال اليمني في السوق بنسبة تصل إلى 30.35% وإذا تم ذلك فبالتالي سوف يتحسن سعر صرف الريال أمام العمولات الأجنبية ويعود ويتعافى إلى أن ينزل تدريجيا خلال الأشهر القادمة يعني من أوسطس أو سبتمبر يبدأ النزول إلى أن يوصل إلى السعر العادل الذي يتراوح بين 1000 و1000 طيب يعني الآن بخطوات أن يسحب العملة القديمة هل ستتم على مراحل أم هو قرار يتخذ ويجب عدم التعامل مع هذه العملة وكيف سيتم ذلك في مناطق سيطرة القديمة؟ خلال الفترة هذا البنك المركزي قام بالخطوة الأولى وهي الدعوة المواطنين إلى استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة خلال فترة محددة والفترة موافقة لا هنا نتكلم عن البنك المركزي في عدن لأنه السلطة النقدية الوحيدة في الجمهورية اليمنية وهو الذي له الحق في إسطار العملة أو إلغاءها حسب قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته بالقانون رقم 21 سنة 2003 إلى آخرين الخطوة الأولى هي دعوة المواطنين إلى استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة بعد فترة سوف يسطل البنك المركزي أنه إلغاء العملة القديمة ولا يجوز التعامل بها وبالتالي تفقد القيمة القانونية لها وفي نفس الوقت البنك المركزي لدي خطط بتخفيض الكتلة النقدية الكبيرة والذي تقريبا تصل إلى 4 تريليون بحيث يتناسب المعروض من الريال اليمني في السوق مع حجم الاقتصاد بشكل عام أو الدورة النقدية والدورة الاقتصادية هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي البنك المركزي اتخذها بالإضافة إلى أن لدى الحكومة الشرعية العديد من الخطط لتخفيض قيمة رصيدة السحب على المكشوف من البنك المركزي مما يساعد ذلك على استعادة الريال اليمني لعافيته الدائرة الشرائية لو عبرنا عليها في مناطق الحوثية بالتعامل مع الطبعة القديمة أنت قلت سيصدر البنك المركزي في الأيام القادمة عدم قانونية طيب العملة الشرائية سيتم الاستعادة عنها أولا بالعملات الأجنبية ثم بالطبعة الجديدة هي مراحل تدريجية سيتم الاستعادة عنها بالريال السعودي بشكل عام وبالدولار ثم تتحول إلى الريال اليمني بالطبعة الجديدة طيب وما الذي يجعل الدولار بهذه الكميات من التوفر حتى يتم تغطية السوق مثلا؟ شوف احنا لدينا هنا هي تسمى إدارة موارد النقدة الأجنبي وهي عبارة عن أكثر من عامل يحدد كمية الدولارات التي تحصل عليها اليمن والتي تضخى إلى ميزان المدفوعات لإستيراد السلع والخدمات طبعا ميزان المدفوعات حوالي 10 مليار دولار إلى 11 مليار دولار موارد النقدة الأجنبي سواء مبيعات نفط أو تحويلات المقتربين أو السياحة أو التصطير أو إلى آخره لا تتجاوز 6 إلى 7 مليار دولار وهناك فجوة أو عجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 3 مليار إلى 4 مليار تقوم البنك المركزي والحكومة باستعاطتها عن طريق وحدات السحبة الخاصة في صندوق النقدة الدولي وهناك العديد من المعالجات الذي لدي البنك المركزي يتخذها خلال كل سنة وهذا هو المهم أن هذه العوامل كلها هي مجتمعة بين الحكومة والبنك المركزي والتجار الثلاثة هؤلاء هم من يتحكموا في كمية الطلب على العملات الأجنبية وبالذات الدولار للاستيراد والعلاج وإلى آخره وهناك يعني زي ما تقول تضافر الجميع بحيث تكون الإدارة صحية الآن تدخل دولارات وعملات أجنبية وفي نفس الوقت تخرج سواء التجار يخلج أسمالهم من الخارج المواطن العادي يبيع الممتلكات ويحولها للدولار ويخرج إلى الخارج وهذا كلها البيئة طارطة فبالتالي الكل يحاول الحصول على الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وعندما يرتفع الطلب على الدولار يؤثر على الريال الريماني ويرتفع السعر كيف حلل الأشكالية هذه الآن تحدث عن بيئة طارطة كيف يمكن جعل الأرضية خاصة طبعا أولا يجب توفير البيئة الآمنة في مناطق الشرعية ابتداء من عدن حطر موت المهرة الساحل الغربي يعني المناطق هذا كله ضروري أن تكون هناك بيئة اقتصادية جاذبة لرأس المال الوطني بحيث التدفقات التي تجاوزتها الـ 25 المليار الدولار الذي خرجت خلال سنوات الحرب أن تعود وتشغل في الاقتصاد وسوف تولد بدل الـ 25 أكثر من المبرخ هذا لأنه بتدور سنواله وتولد أرباح وإلى آخره نحن الآن نريد بيئة آمنة لاستعادة الأموال التي هاجرت ومن نفس الوقت إعادة تصدير النفط والغاز رفت الخزينة العامة بالعملات الأجنبية رفت الموارد النقدة الأجنبية يعني ضروري أن يكون هناك العديد من القطط الاقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص طيب سؤالي الأخير لك ماذا عن النفط؟ النفط والآن إعادة تصدير النفط هو قرار سياسي عسكري بامتياز بين الشرعية والحكومة بين الشرعية والحوذين ودول الإقليم والعالم بشكل عام نعم جزيلا شكر لك على مشاركتك معي في هذا المحور المخلل الاقتصادي رياض الأكفاء شكرا جزيلا شكرا لك أستاذ العزيز في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال تتنامى هذه الظاهرة في اليمن بشكل كبير بتوازي مع تحذيرات أممية جديدة من أن ملايين الأطفال على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة وبحاجة مس إلى دعم عاجل يوم عالمي للأحتفال بمكافحة عمالة الأطفال خصصته الأمم المتحدة لحماية الطفولة وفي اليمن يموت الأطفال كل يوم جوعا وكمدا ومرضا هكذا بات واقع غالبية الأطفال في اليمن منذ عقد من الزمن به ماتت كل مظاهر الحياة الأساسية وسلبت حقوقهم في العيش الكريم وحق التعليم أطفال متجولون في الشوارع وتحت درجات حرارة مشتعلة بحثا عن الرزق وعون أسرهم في توفير لقمة العيش أصبح مشهدا اعتياديا في حياة المواطنين طوال السنوات الماضية التي اتسعت فيها ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن وتفاقمت إلى مستويات قياسية فلا تخل الأماكن العامة من الأطفال الذين يقومون ببيع الماء والمواد البسيطة علهم يعودون إلى أسرهم بقوت يومهم تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير في البلاد وفي مناطق السطوة الحوثية هي الأبرز فبالتوازي مع تحذيرات الأمم المتحدة التي أشارت لأن ملايين الأطفال في اليمن على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة اتسعت ظاهرة عمل الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أكثر من أربعة أضعاف العدد الذي كان عليه قبل سيطرتها على العديد من محافظات البلاد واستيقرار الجماعة بوجود أكثر من سبعة ملايين طفل يعملون في مختلف المهن الحوثيون تحدثوا عن عمالة الملايين من الأطفال في مناطق سطواتهم وتناسوا بأنهم سبب ترد الأوضاع المعيشية وانقطاع الرواتب لتسع سنوات عن أولياء الأمور ذاكما دفع الأطفال إلى الشوارع بحثا عن ما يسدون به جوعهم وأهاليهم في وقت كشف فيه تقرير حديث لمنظمة الطفولة اليونيسف عن تنام مخيف لظاهرة عمالة الأطفال بزيادة كبيرة تقدر بأكثر من ثمانين في المئة بالنسبة للأطفال الأقل من خمسة عشر عاما وذلك مقارنة بنحو 38% قبل اندلاع الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية على اليمني واليمنيين في حضرموت أدت انهيارات صخرية في جبل حصن بصم في وادي ضوعا إلى نزوح جمعي للأهالي الذين تطل منازلهم على سبح الجبل وكذا رئيس مشروع انتاج خارطة المخاطر الصخري فرح حضرموت شبوى المهرة المهندس صلاح بباحير خلال دراسة بعدم حدوث أضرار بشرية وأنه تم جمع البيانات عن الانزلاقات الصخرية والمعتاد أن تظهر مع تساقط الأمطار وبعدها ويذكر أنه في العام 2014 تضرر أربعون منزلا بين كلي وجزئي في منطقة منوى بدوعا نتيجة للانزلاق الصخرية والتربة في الملف الرياضي سقط منتخبنا في فق التعادل عندما فرض بالفوز على نظيره أني بالي في التصفية الأسيوية المشتركة فيما الأردن يقهر المنتخب السعودي في قلب الرياض حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخبنا الوطن الأول مع النيبال بنتيجة 2-2 على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية لتصفية آسيا لكأس العالم 2026 وتقدم منتخب اليمن في الدقة التاسعة من ركلة جزاء سجل اللاعب ناصر محمدو وأدرك التعادل لصالح نيبال اللاعب سانجي بيتسا في الدقيقة 32 وسجل الهدف الثاني لصالح نيبال اللاعب جونج كاركي في الدقيقة 66 من الشوط الثاني وتعادل منتخبنا عن طريق محمد الداحي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة تعرض المنتخب السعودي لخسارة أولى في مشواره في الدول الثاني من التصفية الأسيوية المشتركة المؤهلة الكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك على يد نظيره منتخب الأردن بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية وفقد الأخضر السعودي صدارة المجموعة السابعة التي ذهبت لصالح منتخب الأردن بفارق الأهداف بعد تساوي المنتخبين بالرصيد النقاطي نفسه 13 نقطة لكل منهما إلا أن التفوق التهدي في منح الأردن صدارت المجموعة حقق منتخب البرتوغل فوزا كبيرا على نظيره منتخب إيرلاندا بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها جو فيليكس في الدقيقة الثانية عشر وارلاندو هدفين في الدقيقتين خمسين وستين عمر المباراة الودية التي يقيمت على ملعب إيفيرو ضمن استعدادات برازيل أوروبا لخوض منافسة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو عشرين وعشرين المقرر انطلاقها في الرابع عشر من يونيو الجاري لم يتبقى سوى أقل من عام واحد فقط على أول بطولة موسعة لكأس العالم للأندية التي ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي توصف بأنها مسابقة بين أفضل 32 فريق من الأندية في العالم وتستضيفها الولايات المتحدة ومع ذلك لم يعنى الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن عن شريك الحقوق الإعلامية أو المدن المضيفة أو الملاعب التي ستستضيف بطولة منديال الأندية 25 لاستخدام اسمها التجاري في الملف الرياضي اختتمنا تفاصيل هذا الجولة الأخباري لكن من نهاد وطريق العمل أطيب التحية إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة